بقى يا خال علوان مالوش حاجة عندي وأنا بقول قدامه هو وأعلم أفخنه واركبه وبقول كمان لو حد هوب من قصبة في أرضي أنا حتوخه بالنار هو إيه؟ عايزين تكلوني حي ولا إيه؟ إيه اللي بتقوله ده يا ولد؟ إنت تجننت؟ اسمع بقى يا خال إنت من ساعة ما جيت وإني عمال أسمعلك وإنت الصراحة بتقول كلامنا يودي ولا يجيب وإني أنا فهمته إن إنت بتبخى وعلا وهي علوان وهو لعب في دماغي حانش لما يأكل جسمك ما يخلفك نسير يا وسخ أنا مطبخة معا وك العقلي طب اسمع بقى يا عتمان ألوان حياخد حقه هذا وإلا والله يا من على يمينك ما هو واخد مني ماليمة أحمر الموضوع دي يعني خلصت منه خالص وقفلته من زمان وشيب بقى أنت وراك إيه عشان أنا مش فاة بالصراحة انت بتكرشني من دارك يا عتمان؟ يعني حاجة زي كده افهمها زي ما انت عايز اخصى عليك يا ناقص وإنت يا علوان احمد ربنا ومسئدك وش وقفة إن أنا مبلغتش عنك المركزين تاوامراتك في اللي انتو لهفتو وعملت برضو حساب للأخوة والأخوية خلاص يا عتمان كده يبقى أنت لأخوية ولا عرافة وأني بقول لك هو عايزك تسمعني كويس إذا كنت تاني مستحملك لك لخطرة ويها لحج الله يرحمه وصيته فأني بقول لك إن مستعادي يعني هيتيمه لأب والأم ووحيد كمان وزا كنت انت بتقول إن أنا ملياش حق عندك أنا بقى بقول لك إن اللي حق وهاخده يعني أخده وزا كنت انت برضك بتقول إن اللي قرب قصبة من أرضك تطخ وتخلص أنا بقى عايزك تعرف كويس إن اللي ياخد حقي أشويه على نار حدية لحد ما لحمه يزنهر قدامي قمدة البلد سمعتي شفتي طبعا سمعت وشفتي إيوه عشان تعرف إن أنا عندي حق أنا عندي حق ولا لا أنا عندي حق إيوه هتقولي لا أنا عندي حق في كل إن اللي قلته ويا ما قلتلي لازم أجيب حتة عيل عشان اللي بيحصل ده أو حصا أبو من قبل ما يجيب الواق أنا قلتليك لازم أجيب مواق ليه يا وليكي أنت مش هام حاجي هتسيبيني لما تشوي بيقولي هشوفك لما تزهر نهر هتشوي هزنهر هنزنهر يا حافيز هنزنهر أنا وإنت يا يا أخوي أنت اللي هتزهر لوحدك أنت أخوات في بعض وأنت حريفة بعض وهدي نفسك كده هيجرارك حاجي هدي إيه بيقولي هشوفك وتزنهر يا أنت مش هامك الكلام ده يا أخوي هاممني بس ما أنا قلت من زمان أنت اللي حنين ومهاود كده هيركبوك شد عليهم شوية مش كده هوه النهار ده كان في الشهر يعني يجي آخره كده حلو ودي حسان يا حسان دعالي أنت هاني ايه ايه ده انت رايحة فين بأشاربي ما هو أشاربي اللي عطيهولي حضرتك كان أشاربك وعطيهولي في العيد اللي فات ووعدتيني قلتلي العيد اللي جاي حديك الأحمر أخوه أني قلتلك كده ايوة يعني هاخده من دولابك ايوة واستقدار نسيت رايحة فين اني قرصت الجلي ونظفت الزريبي وأكلت البهايم حامشي بقى ايوة رايحة فين اني هقولك بس وحيدت سيدي السايح ما تضايقي نفسك ولا تقهري روحك ولا تقولي لي لا ما تروحيش اني رحها للست فاطنة ما أنا مقدرش أقول لها لا تشعرفاه شبش بها قد كده واني تلصوعت منه كتير وأما أنا عليكي ما تقولي لها اللي أنا قلتلك زي ما أنا حقول لها إن أنا مقلتلكيش أروح روحي روحي بدل ما أخط إشعرفي منك نقع علي إيه لو مزعيلك أخليه روحي روحي جاي 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 يا أهلا وسهلا تخطوة عزيزة يا أهلا يا باشا يا أهلا يا باشا هرافين يا عمضة لكنت عايزين خير يعني موضوع مهم ما ينفعش يتأجل لا ما ينفعش أتنجل أنا أسف وما قلت ليش ليه يا زفت انت من ساعة ما شفت وما جيتش قلت لي ليه وكان بينايل ايه عندها يا ابو العيلة ايه طب غور غور بأخبارك اللي زي وشك دي اهلا يا باشا يا مرحب خد يا ودي يا غافير انت خد تعال اينا تروح دلوقتي حالا تجيب لي الزفت اللي اسم ابو العيلة دي احنا مش هنخلص بقى من الحكاية دي ولا ايه يلا غور افضل يا باشا افضل يا باشا افضل ساعاتنا الشاي اوالي الشاي بصورة افضل يا باشا اهلا اهلا خطوة عزيزي افضل جنابك ايه خير قل انت الاول اللي عمضة ايه حكاية الودا والعيلة ده عمل حاجة تانية اوالي ايه ايه بيلعب في معاميها يبعيد عنك هاريلك بديتي بس سيبك جنابك بالحكاية دي ما شغلش بالك بيه اني هاعرف ازاي خليه ينبط ساعات كنت عايزني في حاجة بس اني يعني مشغول حبتين يعني وعندي مشاول كده مهمة يعني خير مش خير يا عمضة المرة اللي اسمها راوير دي مش خير ابدا لازم تتقدم ماقولك ايه من الاول قول تطلعهم البالة عندك حقيقة عمضة انا كنت غلطان بس انا مش عايز اتباد في بيتها الليلة دي حاجة بسيطة او وتبوس الايادي وتتزل ودي حاجة سهلة برضو خالص بس هي يعني عملت ايه عشان ابقى فاهم يعني وانا حظلمها يا عمضة انا خايف عالبلد وسمعت البلد وبنات البلد ما انت عارف ايوا ايوا خايف عالبلد وسمعت البلد او حتى تكون انت مؤهور منها مش دا المهم المهم ان ساعاتك عايز تكسر مناخينها وتجيبها الارض صح؟ صح وفقرة بوقت ممكن ساه بسيط تربة حشيش تتحط عندها في بيتها وبلغ لي ساعاتك انها بتتجر فيه خرس الموضوع ومين اللي هحط لها تربة الحشيش في بيتها؟ ساه ودي يا حسان ودي يا زفت يا سنجاب اي ليلة يرد علي ايوا تمام جنابك البيت حمدية تخلص شغلها عدستها فاطمة وتروح لجناب المأمور هو هيقولها على حاجة تعمله يلا انصراف قولي من جنابك شوفت حاجة سهلة خالص هيدي ويا سيدي كمان تربة الحشيش من عن دان بس ساعاتك بقى يعني تبقى ترجع علي كده يعني من اي زطية ولا حاجة شوف بقى انا مستني الودة بالعيلة ديه عشان لما يجي اعرقا على صدق وحبتين وبعدين اروح اشوف المشهور المهمة اللي مستنيان انا عايز عاملها صايبة ومظبوطة يا هونت ما تقلقش سهلة وبسيطة ان شاء الله وانت لو عايزت بقاتل الودة بالعيلة في اي وقت عشان قدبه لك انا طاحت امرك هيحصل ان شاء الله هيحصل بس اني يعني مش مستعجل على الحكاية دي ما اجلها يا حبتين فضل جنابك سلام عمد الف سلام انيست ونورت وشرفت ده ايه النور ديه الف الف سلام بقى كده يا بولايلي ويا فتتحدث مع فاطمة ليه فيه بينك وبينها ايه عشان توقف تتحدث معاه يا سلام هي حصلت ماشي وجناب المأمور كمان الزهر البت روية دا قلته جاي ويكولي بحافز على صمع البلد وبناتها كافر على يا كلام ديه هيها ه FahrE ايه الخلاق ديه يا ناس ايه الناس دي ايه غافية يجيلي ايه حمار من اللي بره يا سلام لا ايه كده هيو ايو 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 اعم ايو صحيح מא� SW Karim مبروك تروح تجيبوولي حلم في الثوا والoshzة والحال بالعجا حاضر يلا.. بقى كده يا بولعيلي.. ماشي.. ايه اللي بناكو بينا عشان توقف تتحدث معاها كده هو وجه اللي وجه.. ها.. مش عامل الحساب.. لا.. اني مستهل.. مستهلة ابدا.. مستهلة خالص.. واني حوريك اني مستهلة ازاي.. قال ابولعيلي قال.. عيلة ايه.. ده إلا نفرين وطفاية.. ده كلام.. ماشي يا بولعيلي.. ماشي.. مرير سوريا.. سوريا..